إذن في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما أفرزته من نتائج يعيش العراق حالة من الانسداد السياسي بسبب غياب التوافق على ألية تشكيل الحكومة في ظل هذه الأجواء الضبابية يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية توقعت مصادر عراقية بأن تطرح خلال الجلسة أسماء بديلة لنواب الطيار الصدري الذين قدموا استقالتهم رسميا من عضوية البرلمان العراقي بسبب تعثر تشكيل الحكومة وعشية الجلسة تهم صدر أذرع إيران بتنفيذ انتهاكات سياسية ضد القضاء العراقي وبممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية الأخرى داعيا النواب العراقيين إلى عدم رضوخي للاستقطاب الطائفي ووسط هذا المشهد أعلن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ضرورة استمرار دعم العملية السياسية في العراق أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فحدد أربعة شروط لتشكيل حكومة قوية أهمها عدم تجاهل التيار الصدري وحصر السلاح بيد الدولة في المقابل يواصل الإطار التنسيقي جهوده ومساعيه لعقد تحالفات جديدة لضمان تشكيل الكتلة الأكبر وتسمية رئيس جديد للحكومة في مسعى سيضطر فيه إلى التفاهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة وستبحث أي مفاوضات قادمة مستقبلية لاتفاق على اسم رئيس الحكومة وتوزيع الحصص الوزرية إضافة إلى التفاهم على المرشح للرئاسة القادم خلفا لبرهام صالح بدوره أكد أتلاف الوطنية بزعمة إياد العلاوي أكد أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة بقانون جديد ومفاوضية نزيهة ومستقلة يسبقها حوار وطني بناء وغير مشروط فيما تستمر الأزمة السياسية في العراق منذ أكتوبر الماضي تتجه الأنظار إلى الشارع العراقي الذي بدأ يتحرك في أكثر من منطقة مطالبا بحلول جذرية فهل يكون الحل دستوريا أم يعود العراق إلى لعبة الشارع